مجالي الأساسي أي؟ يعني أنا خارجة ألسون القسم اسبانيو إنجليش فأنا شغالة بعد الكلية بترجم حرف عادي خالص مجالي فحبي برضو أنا بحب المجالي يعني أنا مجالي ده أساسي عندي بس برضو الشغف التاني ليه إن أنا قلتهوله إن أنا من زمان إن أنا نفسي أعمل حاجة بالورد يعني أنا بحبه جداً بحب أنا أستقل الورد بحب إن أنا أطلع حاجة شكلها حلو فبدأت إن أنا اتجه للورد الصينعي خصوصاً إن دلوقتي هو الأفضل للأفراح يعني الأفراح والخطوبات خصوصاً في فصل الصيف لو ورد طبيعي شوية مناسب لحاجات معينة يعني ممكن مثلاً كادو الحد ممكن آخر حاجة مثلاً لديت فتحة ده ممكن اللقاء عمره قصير كمان بالضبط عمره قصير لكن أنا عندي مثلاً فترة الصيف دي عندي عشان حاجة تستحمل معي فبحاول إن أنا أجيب ماتيريال يعني ماتيريال خامتة كويسة تدي شكل طبيعي يعني أنا كل الماتيريال اللي بأستخدمها أول ما تشوف البوكي تحس إنه طبيعي من الصناعي فتمر أنت دلوقتي أنت معاكي لغتين أساسيتين بالضبط غير العربي ما هو العربي أساسي فقوة طبعاً إزاي ممكن نعمل مكس ما بين بقى الهواية اللي هي التنسيق الورود وما بين الدراسة أنت ممكن توصالي لمجتمعات تانية من خلال لغتك وتسوائي شغلك وده بالفعل حصل على فكرة يعني أنا عن طريق مثلاً أنا لقيت جايلي أوردرات وناس بتكلمني من الأسباني فأنا لغتي أنا الفرست بتاعتي الفرست لانجوج بتاعتي في الكلية الأسباني فأنا بالفعل لقيت ناس فعلاً من برا بيكلموني فبدأت حتة الكولية بتشتغل إن أنا إيه هي طبعاً فاكراني مش بتكلم أسباني خالص فبدأت اللي قولت لها لأ أنا بعرف أتكلم أسباني وفي الفعل تكلمت معيها لا بتكلم معاكي مش جوجل ترانسليشن لا خالص أنا كلمت معاها صوت بالفعل يعني كلمت معاها صوت يعني عن طريق عادي تفرق كتير طبعاً طبعاً وبالفعل برضو يعني أنا جالي أوردرات برضو يعني نكونت عاملة أوردر برضو كان صاحبتهم سفر إيطاليا وكان الفرح في إيطاليا فطبعاً لما لقيتها فعلاً بتقول لي رد الفعل من برا يعني هم كانواش مصدقين إن في حاجة في مصر كده احنا دايماً عندنا عقدة الخواجة ومعتقدين إن اللي برا أحسن في كل أحوال لا هم بالفعل عن فاكرة في بلاد كتير جداً يعني ما عندهمش ثقافة الورد برضو الصناعي كوي كوي زي مثلاً ألمانيا في ناس برضو من ألمانيا كنت عاملة فرح يعني عروسة كان برضو مسافر ألمانيا فعلاً هي ما تعرفش يعني بتقول لي برا ما فيش الحاجات دي يعني وبرضو العروسة اللي أنا كنت عاملها بإيطاليا جات خديت الحاجة من هنا هي بتقول لي هم هناك انبهروا بيقولوا استحالك كون الحاجة دي في مصر فحيتت برضو إن حد فاكر إن بس برا هي هي بس الحاجة موجودة دايماً يقول تحيا مصر احنا عندنا حاجات بتعامل وحاجات تبقى أفضل وتكلفتها يعني مقارنة ببرا يعني أرخص يعني احنا ممكن نشوف برا تكلفة البوكيل ورد ما فوش أي حاجة خالص تكلفته عالية جداً لو حسبتها بالمصري وباليورو برضو وعندهم كانت تكلفة عالية احنا عندنا ممكن نعمل حتى شكلها شيك جداً بمثيريال حلوة جداً ومثيريال شيك وتلاقي تكلفتها مقارنة مباررة ولا حاجة والله يا سمر احنا بلدنا جميلة وشبابنا جميل وأقولنا والله مميزة جداً الفقرة دي قدتني أنا شخصياً طاقة أمل وتفاعل للمستقبل بإذن الله فعلا بلدنا